حيث ناقش الحوار الوطني غدا ثلاثاء بعض قضايا المحور الاقتصادي الذي يضم ثماني لجان فرعية هذا وعقد مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أحمد جلال ومقرر عام مساعد المحور الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي اجتماعا لوضع لمسات نهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي كما عقد مقرر عام المحور المجتمعي خالد عبد العزيز ومقرر عام مساعد المحور المجتمعي هاني شلقامي والمستشار محمود فوزي اجتماعا للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي يوم الخميس المقبل